اهلا بكم الى مجازي اخبار الآن اعلنت الادارة العامة للدفاع المدني في كاتالونيا اليوم ارتفاع حصيرة ضحايا الاعتداء الذي وقع في برشلون مساء يوم امس الى اربعة عشر قتيلا ومائة وثلاثين جريحا ينتمون الى اربع وثلاثين جنسية وذكرت هيئة الدفاع المدني ان الاحصائية الجديدة لا تشمل احصائية الارهابيين الخمسة الذين قتلتهم الشرطة في كامبرلز اعتقلت اذا الشرطة اليوم شبها به رابعا على صلة باعتداء برشلونيا فيما تحدث مسؤول كتالوني بان السلطات الاسبانية تعتقد بان ثمانية اشخاص ربما شكلوا الخلية التي نفذت الهجوم وقال مسؤول بحكومة اقليم كتالونيا لاذاعة محلية ان المهاجمين ربما خططوا لاستخدام الاسطوانات في الهجوم قتل العشرات من افراد تنظيم داعش الارهابي واصب اخرون بجروح اترى ضربة جوية رفدتها طائرة حربية مجهولة استادفت مبنى المحكمة الشرعية في بلدة الشجرة واصفرت الضربة وفق مراسل اخبار الاهن عن قتل عدد من قيادات التنظيم عرف منهم وائل العيد وهو الامير العام لما يسمى بجيش خالد اكد رئيس هيئة الاركان المشاركة الامريكية جوزيف دانفورد في زيارته لطوكيو تعهد بلاده بالدفاع عن اليابان في حال تعرضت الهجوم صاروخي من كوريا الشمالية يتي ذلك فيما ابلغت كوريا الشمالية الامم المتحدة ان برنامجها النووي لن يخضع مطلقا لتفاوض طالما استمرت الضغوط السياسية وتهديدات من قبل الحكومة الامريكية قال مسؤول في منظمة الصليب الاحمر ان عدد ضحايا الفيضانات في سيراليون ارتفع الى اكثر من 400 قتيل فيما لا يزال اكثر من 600 اخرين في عداد المفقودين وصرحت وكالة الاغاثة الانسانية تابعة للامم المتحدة انه تم العثور على 409 جثة بعد الفيضانات والانزلاقات الطنية التي ضربت العاصمة يعتزم موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك عبر تقنية البث المباشر نقل ظاهرة الكسوف الشمسي الكلي التي ستشهدها الولايات المتحدة الامريكية يوم 21 من اب اغسطس الجاري ووفق ما ذكره موقع بيزنس انسايدر فان رسالة ستظهر للمستخدمين يوم الكسوف تذكرهم بمتابعة البث المباشر للظاهرة الفلكية التي لم تشهدها البلاد منذ قرن تستعد شركة ابل في وقت لاحق من هذا العام لطرح هاتفها ايفون 8 الذي يتزامن طرحه مع الذكرى السنوية العاشرة لطرح سيف جوبز لأول هاتف ايفون في عام 2007 واشارت العديد من التقارير الى ان الهواتف قابلة للشحن لاسلكيا عند ملامستها بشكل فعلي للسطح المخصص ضمن لوحة الشحن هتام الموجز شكرا للمتابعة اشتركوا في القناة